كابتن عشف طيب لو تسمح لو تسمح انا بس الكلام اللي حراك بتقوله ده كلام عظيم ويمكن من يسمعها الاول مرة انا بس اول مرة بمعادف بسمع منه الكلام ده هل حضرتك مخطط انه الكلام ده يتطبق في مصر قريب هل عندك بلان انه الكلام ده مصر تستفيد منه ككورة مصرية هل فيه توتطل ده عشان ما يبقاش مجرد بس كلام مدفون مع حضرتك وكلام مميز ده مش بمزاج ده غضبا عني ده حاجة ربنا اداني نعمة وعايزة ده اللي عبتنا في لعبت المنتخب الاول ومنتخب الهم بلازم توصل لهم هاي حرجي انت حرجي مصرمت انا عايزني بكرة اجي بكرة ياريت ياريت نحن نجيبك من عند البيت عايزني بكرة اجي بكرة انا جاهز دلوقات خلاص الحمد لله عن المطول البرسيجي البتاع اللي اتعمل البرسيجي ده البرسيجي هو اتركبوا راكبولي توستنت اللي هو في الضعامة دي وليس كل حاجة جميلة ربنا يا رب يعافيك ويديك الصحة لكبت المنتخبت يعني طبيعية مية في المية خلاص بيتحسن من الاول الحمد لله وسوتك جاهز والله جاهز ساعدوني شوية انما بس انافز حطيط دي ان شاء الله احنا بلد جميلة احنا 200 مليون صح وفتوع كورة يعني احسبها كده كريم اعظم مقدر يدي في العالم في مصر اعظم جمهور ساهم كورة محنج جدا في العالم في مصر مش اتاليا اتاليا بتوع كورة بس صوتهم عالي صح اعظم صحافة رياضية في العالم في مصر اعظم موزعين رياضيين في العالم ومنهم انت يا كريم يا ربي خليك يا ربي خليك حقيقة ده حقك يا ربي خليك محيط 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 جميل اوي اوي يا حبيب من اعظم ما يكون يا حبيب وغيرهم كلهم كلهم برمسات يعني في متحد شلبي شيء عظيم يعني المجموعة طلعة إنما طبعا أنا برضو معلش أتطرك لنقطة أنت كنت ألهاري في الأعداد بالنسبة للمدير الفني المنتخب مصري بالزبط كنت أحبط أنا أعيز أتكلم معك في كس المدير الفني المنتخب مصري بالزبط في واحد في أول حاجة هنشير بالتحاد الكورة أعظم التحاد الكورة بسك خدها قاعدة مني أشرف شاكر اللي بيتكلم أحسن التحاد الكورة بسك في منتهى الرقي بالذات مشهور وكلهم الجمال ده بان لأنه في كفاءة واحد اسمه حازن متمكن جدا عجبني قوي قوي في قراره الأخير جئ عمل مؤتمر صحفي المواقع كان صعب بعد ما مشيها الجلال وكان فيه لخبطة شوية وزن هما الدوله الكفة وعملها على أعلى مستوى أثنين مدربين في وقت قياسي استلم المهنة واشتغل خلاص جهد جاهدين تمام الكفة ايه بقى اي مدرب أجناب يا كلمة خدها مننا أنا أشرف شاكر اللي بيتكلم على مسؤولية الكلام جاي بتعامل معنا ان احنا دول عالم كالب يعني جواه كلهم حدودهم التكتكية محدودة جدا هيتعلم منها جيبها منين هو بيعمل ايه جيب المحترفين جمعهم واشتغل بأداء فاردي طب في خطط لعب ما فيش معرفش في أداء جماعة معرفش في جمل تكتكية معرفش طب انت هتعرف تنفذ للناس دي المهارة المهلجومية الغير عادية هتعرف تطلعها منهم لا معرفش طيب كابتل أشرف يعني هو أنا أقول لك حاجة هو بالوطنية العظيمة اللي عند حضرتك دي خلينا نتمنى لفيتوريا بما أنه لسه في بداية المشوار نتمنى له التوفيق لعله وعسى إن شاء الله يعمل حاجة عظيمة وكبيرة لمنتخبنا الوطنية إن شاء الله يعني يكمل ومكمل صحيح لفترة بس الطموح بتاعهم هذه النقطة اللي أنا عايز أتكلم فيها يا كريم طموحهم جاي يقول لك أنا ممكن أوسلكوا كاس العالم وممكن لا وممكن أكسب أفريقيا وممكن لا أنا بتكلم دلوقتي في موصر بقول هاجيب كاس عالم وفتوة وما بهزرش وعارف أنا بقول ليه هاجيب كاس أفريقيا وبهدوء وميدالية أولمية هاجيبها هاجيب أبوها كمان ليه لعبتنا مهارات عالية بس ما فيش تاتكس طيب ما فيش خطط لعب خالص